طيب كمان من الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي الكاف وخلال الفترة الحالية دايما بيعملوا مقارنات ما بين ابرز اللاعبين الموجودين في الفرق الاربعة سواء الاهل والوداد او الزمالك والرجال المرة دي صفحة الكاف باللغة العربية عملت مقارنة ما بين عمرو السلية قائد خط وسط النادي الاهلي مع وليد الكارتي ابرز وافضل لعبي خط وسط فريق الوداد المغربي هما سنان من قبار خط وسط في افريقيا يتنافسان من اجل مجد واحد لعب الوداد وليد الكارتي ولاعب الاهلي عمرو السلية وقدامكم طبعا رقم سكاوتينج بعدد المباريات والباص والامكانيات والارقام التحليلية المتعلقة بتفوق كل لعب عندنا الاثنين لعب ونفس عدد المباريات تم المباريات لكل لعب لكن مفتاح اللعب او الباصات الايجابية يمكن السلية متفوق فيها على وليد الكارتي الباص عدد الباصات برضو الكارتي متفوق فيه الباص الأطول أو اللي هو فيه نسبة الإيجابية بالنسبة للباص لكن في نفس الوقت السلية عامل 82% من انتلاك الكرة والباصات لكن بشكل عامل 2 عناصر مميزة جدا بالنسبة لخط وسط الفريقين إن شاء الله في مباراة يوم السبت القادم صفحة الأهل اليوم والدعم الجماهير مهم جدا في المرحلة الحالية نشر صورة للعبي النادي الأهل وهذه الصورة كانت في السودان في إطار الاستعداد في مباراة المجموعات والصورة بالتأكيد معبرة عن الشكل اللي عايزين نتكلم عنه وكتبوا عليها 270 دقيقة العبوهم بروح الأهل إن شاء الله بإذن الله الزهاب والقياب ويكون التوفيق حليف النادي الأهل في التأهل إلى المباراة النهائية صفحة ماجيكانو أيضا في إطار الدعم والتحفيز الإيجابة للعبين صورة للفريق في مطار القاهرة وكتبوا عليها من رحم المعاناة يولد النجاح كل الدعم يا رجالة واسقين فيه كل النهاية إن شاء الله أفريقيا يا أهلي حاجة إيجابية وحاجة مميزة جدا للسوشيال ميديا لما تكون حضرة بشكل إيجابي مع اللاعبين في المرحلة الحالية صفحة المصر اليوم الرياضي مسماني وصورة ليه وهو في ملعب التتش وكتبت على هالسورة بيبدأ استكشاف خبايا الوداد قبل موقعة السبت الإفريقية في إطار الاستعداد لمباراة الوداد بنسبة كبيرة هتكون التدريبات مغلقة في المغرب استعدادا لهذه المباراة معدى التدريب ليلة المباراة طبقا للوايح الاتحاد الإفريقي كمان الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر يتكلم على مسماني بيغير خطة الإعداد لمواجهة الوداد المغربي هو يتكلمه في إطار أن الجهاز الفني غير معادة تدريب للصباح وعدم يعني منح اللعيبة راحة النهاردة من التدريبات قبل الصفر العصر إلى المغرب لأن كان من المفترض أن الفراه يتمرن صباح اليوم قبل ما يتوجه للمطار برضو مبارح على فكرة قبل ما أخش على خبر الأخير في يلا قورة كان يتكلم مسماني مع اللعبين في تدريب الأمس نظري أكتر من الشغل العامل ومعملش تدريب تكتيكي أو تأسيمة أو فني بعد مباراة بيرامدز وكان حريص أنه يتكلم نظري أكتر مع اللعبين ودي أهم شيء بيميز بيتسو مسماني أنه يشتغل على التحضير الزهني والنفسي لكل اللاعبين في الفترة الحالية آخر حاجة من صفحة يلا قورة ومصدر ليلا قورة الأهلي استقر على عودة ناصر ماهر خلال الفترة الحالية بعد نهاية فترة الإعارة ترجمة نانسي قنقر